لجنة الأمهات في لبنان تكرم نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية لمناسبة عيد الأم رعت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلة صلحة حميدة حفلا تكريميا لمناسبة عيد الأم في قصر الونسكو في بيروت أقمته لجنة الأمهات في لبنان برئاسة السيدة جميلة الخطيب وبحضور شخصيات نسائية عسكرية يطل علينا هذا اليوم والأم تفرح والوطن يبكي كيف لا والجنة تحت أقدامها والنار تحت أرضه تدوسها في الآخرة وهو يداس كل يوم في الأولى كريمة هي في عائلتها ذليل هو في شعبه رضوان الله عليها من أجل أبنائها وغضب الله عليه بسبب أبنائه وكيف يحيى وطن بدون أمهاته عذرا يا أمي إذا احتفلت به اليوم وأنت غائب عني يا أوفى الناس وأنت أكبرهم يا أعزى الناس وأنت أغلاهم في قلبي للأحبة قدر وأنت أعلاهم وأخيرا ابني العزيز عندما يحين اليوم الذي أقول لك فيه إنني مشتاقة للقاء ربي لا تحزن ولا تبكي احتضني كما احتضنتك صغيرة فبالرغم من قساوتي أردت لك الأحسن وبالرغم من أخطائي أردت لك الأفضل تلك سنة الحياة فتابعوها أيتها الأمهات وأكملوها أيها الأبناء وتسلمت الوزير ليلة الصلح حميدة درعا تقديرية بحضور شخصيات نسائية وحشد من الأمهات ترجمة نانسي قنقر